السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من دم اقتراحات المملحات الرمضانية مطبخ كرام العالمي اقتراح لكم هاد مني باسطيلات اروع من الروعة كي يحمقوا في المدى كي يجول دادي مزاف ما فيهم شو اكترة القوام نبقوا معي نشوفوا جميع المقادر وطريقة تحضير خصوصا الناس اللي كتخدم الكوموت فنبدأوا على بركتي الله وإليكم الجديد بإذن الله نحتاج إلى 500 جرام من الفطر الطاري يعني الشامبينيونيس او الشامبينيو يكونوا طريا بالنسبة للأخوات اللي في اسبانيا كنشريهم مركض ونشري الجود العلب كنغسلهم مزيان وكنخليهم يقتروا لان دائما معرف لشامبينيو كي يكون فيهم الرملة او لطرب عندي هنا ينس كيلو من الفيليا السمك اي نوع عندكم انا استعمل هنا ميرلوسا او الميرلاء ونصف كيلو من القمرون اي لانغوستينوت كيلو من القمرون اي لانغوستينو معروف لحجمه كبير واحد الحبة من البصل مشلدة ثلاثة الفصوص من الزوم وعند هنا مرقة من الزنجابيل كنشري جبر الطريق ونحتفظ به في المجمد لكي نفحل هذه الحشوات ويجعلهم بلده رائع جدا وعند هنا 100 جرام من الشعرية الصينية اول حاجة نرتب الشعرية في المسخون نغلي الممزيان حتى نغلي خمسة دقائق ونقطع نقطع لشامبينيون كيف يسميهم الفطر الطري فح مقلات كبيرة نضيف الزيت تقريبا 1.5 كاس خليط بين زيت الزيتون والزيت النباتية كما تلاحظوا معي ونضيف اول حاجة هذا الفطر او لشامبينيون ونقشح حرم حتى يتلقي الماء وكي يتلقي الماء دائما كنعونه مع واحد شوية المليحة يعني نعملوا واحد رشاة خفيفة من الملح كما اخبرتكم هذه الباستلات لا يوجدهم شيئا بالتوابل مجرد استعملت هنا مالح واللي بزر يعني غلم الحاول هما اللي استعملت ولكن صدقوني جوكي حمقوا فني فني لم تشبعوا شي منهم ان شاء الله تخليوهم عندكم اعتمدوا عليهم في شهر الكريم تخدموا بهم من الناس او لا تعملوهم في البيوت مهم كما لاحظتم بعد مجازية خمسة دقائق نعملوا شعريا الصينية مباشرة كما تلاحظوا كبتونيشا ونخلطهم لديهم شربنا الشعريا في نفس المقلاع نضيف هنا كمية من الزيت طبعا نضيف هنا كمية من الزيت نباتية نضيف هنا ونشحرها بطريقة دائما نبدأ في المملحات ونعطي الجديد لان لا يوجد نحن 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 نفذ نحن نبدعه ونخلقه شيئا جديدة نحن نقوم بعمل زنجبيل الطريق وثلاثة دريسة ونشحر جيد ونشحر مع زنجبيل وبصيلة تحمق يا سلام نصحكم دائما نضيف زنجبيل لانه صحي وفي نفس الوقت يعطيه حلدة رائعة في المملحات ونقشر ونقشر ونعمله في المكعبة ونحتفظ المجمد ونغطيه بلاستيك غدائي ونحتاج تعمل معلقة من بعد ما تنزل البصلة مزيد وشحر ونقوم بعمل السمك اي نوعية عندكم الفرخ او الميرلا مهم يكون السمك ابيض هبرة يعني هبرة يعني فلي وغمق شحر السمك وقمر اللي عملت معها لانا بجوش بيوم لا تضيف الوقت في الطياب عملت الملح وضيفت هنا وضيفت الملح أخواتي لانا ستعمل سلصة السمك والسلصة السمك من البداية لا تضيف الملح ثاني الآخر ملح معروف ملح ومثل السلصة السمك ملح أخواتي سبانيا سأتجدني دائما في مركز يتبعون السلصة السمك اسمها سلصة السمك بدون حار اما تكون هريسة ملحة ملحة او ملحة 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 الملحة من البقدونس ملحة المغدنس والطياب الذي يخسر الف كصف سيضع السمك ملحة الان السمك ملحة سأضيف الخليد والسلصة النجرة سوف نخلط كل شيء مع بعطيته كما تشاهده تبارك الله نحصله لحكمية لا بأسة بها وطبعا نزيد التقيق بالنسبة للأتمينة وكل واحد وطريقة لفتامل لأن الدول تختلف والمدن تختلف لن تتقلب الحشوى قبل ان نعاد الحشوى المفتاح لا تقلل تطبيق وصلت على مدينة نحن استخدام الحشوى المفتاح تحتويق لتكلم كافي اقترد الحشوى بس كامل نصائح مهمة بالنسبة للأخوات المبتدئات الحمد لله الحمد لله بردات وتصفت مزيان جبن مزرلة أو جبن الأحمر مبشور المتوفر في الدار نجيب قياس مرة واحدة لدينا الورقة التي نشريها تشينوز رقم 40 و 30 3 أورو 50 سم تقريبا الزلافة لدينا زيت و الزبدة بمساعدة زيت و الزبدة لدينا نفح الإناء أخواتي ستحكمون في القياس لأن لا تريدون كبيرا لدينا الاختيار لدينا الطبقة الأولية للحشوة وفي الوسط نعمل جبن تقريبا حم علقة كبيرة ونزيد نعمر من فوق الحشوة المرة الثانية لدينا جبن في الوسط لأن لدينا الطبقة تحمق ونزيد 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 فعلا يستحق التجربة روعة روعة ويستحق التجربة اقدر نقر مربعة ونزيد ونزيد وزيد لا أحتاج من المرش لان يستحق التجربة والذيك يجب أن يكون حجمها من حجم 1 و تقدرون كبريوات و فوضع مربعات تبارك الله و فردية و لكن كبيرة و ليس صغيرة و ليس يمكنك ادخل عشر الدرهم في المغرب هذه هي 30 الدرهم في المغرب و تقدر الناس و اي كرام يقول تمانا عايشين معنا في المغرب نحن نعود المقادر غالية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في المجمد اشتركوا في القناة افرق من الزلج سوف افرق من الزلج اخت الهواء اختي دهنة بالبيطات و شوية الفلفل غبرائي التحميره و كتتحمر دخلتم فرن على درجة الحرارة من تحتهم من فوق كي يطيبو و ازينتم هيدا بشرائح الليمون شوية اللي سيبوليت الصراحة احسن حاجة غتجربوها في هذا الرمضان و غدعو معايا وردو علي الخبر وبالنسبة الاخوات اللي يخدمون لكم من البيوت ديالهم كنعطيكم واحد اقتراحات جديدة و في المتناول و كتتحمق وبهروا الكليانات ديالكم بها وبالنسبة الربات البيوت فش حولداتكم و العائلة ديالكم بهذه البسطلة اللي اروع من الروع كي يحمقوا بمعنى الكلمة اللي دادين بزاف شكرا على حس المتابعة مسبقا لكم مني كل الحب و كل التقدير والاحترام و حبكم في الله اخواتي اخواني ما تنسوا شي تبرتاجي و قناتي و قناتكم من الاحباب و الاصديقاء باش كتعم الفائدة دائما و في نص الوقت لكي شاهدنا اول مرة كنتمنى تشاركوا في القناة باش توصل لل... للبعيد بإذن الله هاتو ما كتشوفوا من الداخل كيف كي يجو رائعين جدا كتكلوا غل حد فقط اسلام عليكم موسيقى